أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن سعادته بمناسبة حصول الحصان بورت لايونز ملك سموه على المركز الأول في الشوط الأول من كأس السعودية العالمي لسباق الخيل للفئة المفتوحة لمسافة 2100 متر بالإضافة إلى تحقيق الجواد دارك باور ملك سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نجلي سمو ولي العهد للمركز الأول في الشوط الثاني من السباق وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بمناسبة فوز الجواد دارك باور بالمركز الأول في الشوط الثاني من السباق وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح له بهذه المناسبة تحقق الإنجاز في سباق كأس السعودية العالمي بفضل الرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة سباقات الخيل من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الداعم الأول والأكبر للحركة الرياضية في المملكة بصورة عامة ورياضة الخيل على وجه الخصوص باعتبارها تمثل جانبا مهما من موروث البحرين والأجداد وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حرصنا على المشاركة في سباق السعودية العالمي للخيل وضعنا أهدافا من وراء هذه المشاركة الأولى وهي إنجاح السباق ودعمه باعتباره النسخة الأولى التي تنظمها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات باسم المملكة ليكون اسمها مسجلا في سجلات أبطال النسخة الأولى من السباق العالمي ولله الحمد فقد تمكننا من تحقيق هذه الأهداف وحقق السباق السعودي النجاح الكبير كما تمكننا من السعود إلى منصات التتويج وتحقيق المركز الأول ورفع اسم البحرين عاليا في المحفل العالمي الكبير وعن مجريات السباق قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جميع سباقات الخيل صعبة ولا يمكن التكهن بهوية الفائز وذلك وفقا لمعطيات ومجريات السباق ولكن كنا على ثقة كاملة بأن الحصان بورت لايونز قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في السباق خاصة مع الإعداد الذي خضع له الحصان قبل المشاركة في السباق العالمي وتجهيزه بصورة مثالية وسط الاهتمام الكبير من قبل الجهاز الإداري والفني في فريق ذيكتوريوس والمدرب فوزي ناس الذي بذل جهدا كبيرا في إعداد الحصان للمطولة وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن النتيجة المتميزة التي حققها الحصان بورت لايونز في السباق تبعث على التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة ومواصلة تحقيق الذهب في العصر الذهبي ورفع اسم البحرين عاليا في السباقات المقبلة واختتما سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات في المملكة العربية السعودية والمعنية على حسن التنظيم الأمر الذي ساهم في إخراج السباق بحلة تنظيمية متميزة وأعرى باسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة عن بالغ اعتزازه لتحقيق دارك باور ملك سموه المركز الأول في الشوط الثاني من سباق كأس السعودية العالمي للخيل مشيرا إلى أن ما يتم تحقيقه اليوم باسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية هو نتاج الاهتمام والرعاية التي يليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لرياضات الخيل وهو نهج متواصل متوارث منذ الأجداد لما تمثله الخيل العربية من مكانة بالغة في تاريخنا الأصيل وهو ما أسهم أيضا بشكل كبير في مواصلة رفع اسم مملكة البحرين دوما على منصات التتويج وهنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحصول الحصان بورت لايونز ملك سموه على المركز الأول في الشوط الأول متمنيا لهم وصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية كما أشهد سموه بمستوى التنظيم المتميز الذي حظي به سباق كأس السعودية العالمي للخيل في نسخته الأولى معربا عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما أظهروه من حصن حفاوة وترحيب بجميع المشاركين منوها بتميز المبادرات التي يقومون بها لدعم مختلف الرياضات بما يعزز من إبراز أهمية المنطقة على الساحة الرياضية العالمية